لم يكن الأمر سوى دعوة لتظاهر لمدة ساعة ضد النظام الحاكم في مصر رأها البعض عبثية دعوة أطلقها ممثل ومقاول عمل طويلا في المشاريع الإنشائية للجيش المصري قبل أن يتنازع معهم بحسب قوله على مستحقات مادية تبلغ نحو 250 مليون جنيه مصري المقاول محمد علي انتقل من الحديث عن خلافاته المالية مع الجيش إلى وقائع فساد بالمليارات في مشاريع قصور واستراحات رئاسية شارك في تنفيذها ليثير غضبا عارما في أوساط المصريين الذين يعيشون أزمات اقتصادية خانقة بينما يؤكد لهم فخامة رئيس المرحلة أنه لا يستطيع رفع مستوى معيشتهم خلي بالك ده ما بيأكلكش خلي بالك ده ما بيعلمكش بس ما قالكش خلي بالك أنك أنت فقير قوي لكن ما زاد الغضب اشتعالا في النفوس خروج الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه لاحقا ليعترف ببناء القصور الرئاسية الجديدة بل ويتعهد ببناء قصور جديدة مبررا ذلك بأنه من أجل مصر طيب قصور رئاسية أهم ليه أنا عامل قصور رئاسية وحعمل هي ليه أنا بعمل دولة جديدة من هنا تلقفت أسماع المصريين دعوة التظاهر ووجدوها فرصة للخروج من حالة الخرس السياسي المستمرة منذ نحو ست سنين فخرجوا إلى الشوارع ليلا ليكسروا حاجز الخوف الذي بناه النظام بعمليات قمع واسعة النطاق تضمنت القتل والاعتقال والإخفاء القصري التظاهرات خرجت في مناطق متفرقة من محافظات القاهرة والإسكندرية ومطروح والغربية والدقهالية والشرقية والسويس والبحيرة وبنسويف وغيرها خرجت التظاهرات مطالبة بسقوط نظام الحاكم وناشدت المؤسستين العسكرية والأمنية الوقوف إلى جانب الشعب ومطالبه المشروع في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية في مشاهد حماسية أعادت إلى الأذهان أيام الثورة الموؤودة ثورة الخامس والعشرين من يناير كانون الثاني عام 2011 غير أن المشهد في مصر يبدو غير مكتمل حتى الآن ولا تزال الضبابية سيدة الموقف والاحتمالات كلها لا تزال متاحة وصى أحاديث عن تحرك محتمل من جانب الجيش لصالح المتظاهرين وأحاديث أخرى عن عودة النظام للإمساك بزمام المبادرة بصورة أكثر قوة وعنفا بعد انطفاء شعلة التظاهرات ما يعني أن الحكم على مآلات ما يجري في مصر ما يزال حتى الآن سابقا لأوانه وأن الكلمة الفصل في ذلك يملكها فقط الشعب المصري